شاورمار يدعوكم لحضور حفل إطلاق لعبة دراغون بلزي كاكوروتو وتجربة اللعبة وأيضاً المشاركة في عدد المسابقات لربح هدايا قيمة كل هذا وأكثر في فرع الأمير تركي الأول في الرياض من 14 مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت هذا الأسبوع تفاصيل أكثر في الديسكريبشن كثير من الألعاب دائماً تعطيك اهتمات حارقة وأشياء ممكن تخلي عليك اللعبة أسهل ومرت بعض هالأهتمات تقدر تستغلها حتى تتخرب على اللعبين الثانين في سوبر ماريو وورد نينتندو قدمت لعبة منصات تتحدى اللاعبين مع مراحل فيها صعاب مختلفة بنفس الوقت حطوا وشاح إذا لبسها ماريو وقاعد يركض ثم نقز صار يقدر يطير ويعدي المرحلة كلها بدون ما يلمس الأرض بد لكن التعود على وزنية الطيران صعبة بس لما تتقنها أغلب المراحل تصير جداً سهلة لازم تيبل توريميك لعبة النجاة اللي فيها الزومبي ما يموتون بسهولة وكل مرة تواجههم لازم يخلصون رصاصك وتقعد متورط بدون أي رصاص وبتنحاش منهم لكن إذا عندك إصرار وقدر تخلص اللعبة على صعوبة الهارد كور وبأقل من ثلاث مرات تخزين وبنفس الوقت تنهي اللعبة بأقل من ساعتين ونص رح تطلع رشاش لا نهائي وبالزوكة لا نهائية والآن تبي تدور عن ذا الزومبيز وتقعد تقتلهم زي الدمو وبصير بدلا ما تقعد أنت تنحاش من مستر إكس هو بينحاش منك لا حد يصدق ما رح ينحاش منك مستر إكس لكن كل ما يطلع لك تقدر توقفها بكل سهولة لعبة كاسلفانيا سيمفني اف دي نايت هي واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة وتعتبر إقونة مميزة في صناعة الألعاب بسبب أسلوب لعبة اللي يخليك تستكشف قلعة ضخمة عن راحتك وبنفس الوقت يخليك تلعب بمصص دماغ آلو كارد طبعا اللعبة مليانة أسرار من مناطق سرية إلى أسلحة سرية هو واحد من هذه الأسلحة اللي ما يطلع لك إلا بعد نص اللعبة وما يجيك إلا بالحظ لأنه يطيح لك من وحش معين لما تقتله وهو نادر ففيه احتمالية أنه ما يطلع لك أبد فإذا طلع لك فأنت محظوظ لأنه يعتبر من أقوال أسلحة اللعبة وبنفس الوقت يخليها سهلة لك مرة كل ضربة زر واحدة تخلي السلاح يضرب أي شخص قدامك أربع مرات طبعا هو موسيف طبيعي لأن ضربات تطلع رياح حادة تقطع الوحش اللي قدامك لما تكسب هالسلاح ما فيه وحش عثالة أو زعيم رح يوقف بوجهك واسم هذا السلاح هو الكريسا جريم في The Legend of Zelda Majora's Mask رح تلبس أقنعة كثير وفيه خمس أقنعة لما تلبسهم رح يتغير شكلك لكن فيه قناع واحد ما رح يجيك إلا إذا تبرح في عشرين قناع للأطفال الموجودين في القمر ولما تعطيهم الأقنعة واحد منهم رح يعطي قناع اسمها الفيرس دي اتي وهذا القناع رح يغير شكلك وبيكبر من جسمك وبرضو بغيره نصوات لينكه بنفس الوقت رح يعطيك سيف هالفيرس دي اتي الخارق ورح تقوى ضرباتك ومداها يصير أكبر للأسف بس تقدر تستعمل هذا القناع قدام الزعماء وأنا تقدر تستعمله في عالم اللعب ألعاب بوكيمون لازم تعذفك للبداية بسجد البوكيمينات كل بوكيمون عشان تصيده لازم تقعد تنقص من طاقته وبعدها تحاول تنومه وحتى تزيد بس من فرصة تصيده وغير هذا كله كل ما زاد مستوى لازم تستعمل كرات بوكيمون المخصصة والقوية مثل الجريت بور أو الألتربول لكن في كرة واحدة بس تجيك منها حبة واحدة في كل لعبة بوكيمون وهي الماستربول نسبة السيد لهذه الكرة هي 100% يعني مهما كان البوكيمون اللي قدامك من واحد سبك إلى بوكيمون أسطوري رح ينصاد يعني رح ينصاد ماريو كارت لعبة سباقات ونيسا في البداية لكن تصير لعبة نجاسة لما تلعبها مع ناس تعرفهم وتأكمن متعة ماريو لما تخرب على الناس اللي في المراكز المتقدمة طبعا هذه اللعبة 50% احتراف 50% حظ عادية تكون في المركز الأول طول والسباق وبعدها تجيك ضربة بآيتم تخليك المركز الأخير وطبعا فيه آيتم مخصص بس للناس اللي في المركز الأول وهي البلوشيل أو صدفة الزرقاء هذا الصدفة لما أحد يرميها رح تمشي وتضرب أي واحد في طريقها وهي متجهة للشخص اللي في المركز الأول حيث تضربه وتأخره طبعا مع مرون الوقت الناس قامت تتفنن وتتنيجس بحيث فيه ناس إذا شافوا صدفة الزرقاء جاية لهم وهم في المركز الأول يقوم يهدي كذا ويروح يصير المركز الثاني ولا يهدي ويقرب حول الناس الثانين اللي حوله حتى ينضربهم معه هالسلسلة طلعت نوع جديد من النذالة العاب التصويب من المنظور الأول فيها سلحة كثيرة خارقة لكن ما في سلاح زي الفارسايت من لعبة بيرفكت دارك هالسلاح مو بس خارق لأنه يذبح أي شخص وطلقة واحدة إذا ما كان عندهم درع لأنه برضو يخليك تشوف من وراء الجدران لما تحدد بالسلاح وطلقاتها برضو تخطرق الجدران يعني ما يمديك يصير لك رسبون إلا أنت مقتول في الوضع السلاح الثاني السلاح رح يحدد على الخصم بشكل طلقائي عبه الوحيد هو لما تكون محدد بالسلاح والشخص اللي قدامك مرة قريب ما رح يطلع لك في الشاشة وانت محدد لعبة باتبورن تعتبر من أقوى حصريات البلايستيشن وبتحصلون فيها آيتم خرافي اسمها أولد هانتر بون هذا الآيتم من مدة 20 ثانية يعطيك القدرة على الاختفاء والظهور في مكان مختلف كأنك أحد شخصية دراجون بول الأولد هانتر بون مفيد وقوي لأنه أسرع من أسلوب التفادي العادي في اللعبة ويخليك تختفي وهذا الآيتم مهم مرة لما تلعب بي في بي لأنه يخلي قراءة حركاتك صعبة والشخص اللي قدامك لما تختفي أنت ما رح يدري أن تطلع من أي جهة فهذا الشيء بيساعد بشكل كبير وتخليك تباغي تخصمك أغلب العاب الاربي جي نادر ما تخليك تستغل طريقة معينة وتسهل عليك اللعبة لكن في ديفينيتي ارجنال سن فيه آيتم اسمها اللافا كور يقدر يقتلك أي وحش في اللعبة كلها لكن يروح منك مع استعمال واحد بس أغلب اللاعبين بيستعملون أبدري حتى يفوزون على كم وحش نشاب لهم لكن في ناس احتفظوا باللافا كور حتى مواجهتهم الأخيرة مع The Void Dragon وهو الزعيم الأخير وذبحوه بكل سهولة مع استعمال اللافا كور هالحركة فاجأت مطورين اللعبة لأنهم ما توقعوا أحد يسوي هذا الحركة ونصوا أصلاً يحطونها في نظام اللعبة حتى يخلون الزعيم ما يموت منها سلسلة ألتمية كانت مشهورة في التسعينات وهي لعبة RPG أحداثها في العسور الوسطى في عالم اسمه بريطانيا مليان محوش وقصص مختلفة وملوك أذرين الشيء الغريب واللي يضحك في اللعبة هو أنه فيه سلح معين لما يشوفونها الأعداء أو التنانين والوحوش المختلفة من حشون منك ولا يبون يضربونك وهي الحفاظة الوصخة هذه الحفاظة تقدر تأخذها من واحد من أطفال الملك اللورد بريتش اللي عليك بس أنك تأخذ حفاظة نظيفة تلبسها الطفل ما يدين نخذها منه على طول وتصير وصخة وبعدها يقعد أرمع على الوحوش اللي مهلك خلق تباريهم وميزة رهيبة في هذا السلاح عندما ينتهي كل مرة تستخدمها أرجع للقنعة اللي فيها البزر وعب الذخيرة في الحفاظة وقعد رمها على الوحوش هذه كانت 10 ايتمات قوية شاركونا بالتعليقات عن أقوى ايتمات استعملتوها أنتم في الألعاب كان معكم نواف النغموش ويعطيكم نافع على المتابعة ومع السلامة